عايزين نسأل كمان حضرائك بالنسبة لأفلام السنة دي طبعا النجمة محمد هينيدي كان لي فيلم السنة دي هو مرعي البريمو فعايزين حضرائك تكلمنا عن الفيلم ورأيك في الفيلم لا ده أنا هقولي اتنين فشلوا فشل زرية يعني بالنسبة لحضرائك وهم نجوم الفنان محمد هينيدي والفنان محمد رمضان الفنان محمد هينيدي كان لي فيلم مرعي البريمو والسنة اللي قبلية كان فيه فيلم اللي هو دكتور نبيل الجميل دكتور تجميل تقريب دكتور تجميل الفيلم ده فشل والفيلم ده فشل فشل زريع وهنيدي مصر طب الفشل راجع من السيناريون القصة نفسها ولا من القصة يعني طبع هنيدي ما بيجددش من نفسه هنيدي ما بيحاولش ان يستمع لأراء الآخرين وكذلك محمد رمضان يعني طبعا احنا شفنا ده وشفنا محمد رمضان كان ليه فيلمين بقى في 2023 فيلم هارلي وفيلم عزيرو فيلم هارلي هدوليت طب كان فيه جمهور وجاب ايرادات ايه السبب انا بقى ايه حضرت جمهور محمد رمضان داخل السينما في وسط البلد عشان هو بيحب رقوب الموتسيكلات وشايف الاكشن بتاع محمد رمضان فدخيل كنت بسمع وانا قاعد في قاعد العرض الشباب مش راضي بالفيلم ومستائم طب خليني اعرف من حركة يعني نجم محمد هنيدي نجم كبير جدا 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 هل هو لسه لازال مثلا مش قادر يقرأ عمل كويس يختار عمل كويس طبعا شيء يعني غريب يعني ده نجم كبير وكسر الدنيا سنين نفس الكلام بيتقال على الفنين احمد حلمي او بيتقال له فاحنا يعني مش قادر يختار عمل مثلا مكتوب صح فخلينا نعرف منك كده ده سببه ايه؟ سببه انه هو يعني للأسف ما بيشوفش هو هو بقى عمره كام سنة اما بيختار القصة اللي بيختارها ده للأسف ده للأسف للأسف محمد هنيدي فيه نجوم بيعرف يختار يعني يعني محمد رمضان اعتقد مع المخرج محمد دياب ممكن نشوف تجربة مختلفة اللي هو الفيلم الحالي اللي بيتم تصويره لكن الفيلمين اللي هما فشلوا عزيروا وفيلم هارلي يعني دي كان شيء الكل طبعا نتكلم عليه طيب انا كنت عايزة يعني برضو اقول لحضراتك هو ممكن يكون ان السيناريهات الموجودة المعروضة هي دي حجمها وهم برضو يعني ماينفعش يختفوا عن الساحة فممكن يكون المشكلة في السيناريو وانه هو يعني يعني الكتابة السيناريو ما بقتش يعني بتاعت السينما مش زي مثلا الدراما دلوقتي بص اقول لحضراتك على حاجة المشكلة ان احنا في عندنا مصر مليئة بالمبدعين مصر فيها كنز لا ينضب من المبدعين لكن للأسف احنا لا نبحث عنهم يعني للأسف محمد هينيدي بيختار هو نجم وهو المتحكم في الانتاج حاليا بالزبط لانه هو نجم الفيلم للأسف بيختار اختيارات سيئة جدا رغم انه هو لو عمل مسابقة مثلا وهو على السوشيال ميديا متفاعل دايما لو عمل مسابقة انه هو ممكن يختار افكار افلام وينفزها فعليا ماشي هيلاقي ده هيلاقي ده انا خلينا اقول اللي احنا السنة دي كان بيمر ميت سنة ميت سنة على اول فيلم مصري صامت كان ميت سنة احنا فيه من ميت سنة